بسم الله الرحمن الرحيم وجد العلماء أن الابتسامة تحمل معلومات قوية تستطيع التأثير على العقل الباطن للإنسان والابتسامة هي عطاء يمكن أن تقدمه للآخرين لأنها تدخل السرور على قلوب الآخرين وتوصل المعلومة بسهولة والابتسامة اللطيفة تبعد جو التوتر الذي يخيم على موقف ما وهذا ما لا يستطيع المال فعله وهنا نجد أن الابتسامة أهم من المال ولذلك فإن أقل ما تقدمه للآخرين هو صدقة الابتسامة والآن هل علمت لماذا قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم